المارح كان من بين الأحداث الهمة لحدثت بيه الأمس هو إعلان في مؤتمر صحفي لهيئة قناة السويس عن أو إلقاء الضوء على حصاد العام المالي ومستجدات مشروع تطوير القطاع الجنوبي تحديداً للقطاع اللي بيعتبر بمثابة حجر الزاوية في توسعة أو ازدواجية قناة السويس بشكل اقتام بكل تأكيد يا أحمد بولحي أنه تم الأعلان عن إحصائية الملاحة بالقناة خلال العام المالي 22-23 ولسجلت أرقام قياسية جديدة وغير مسبوقة على مدار تاريخ القناة خلينا تعرف عن تفاصيل أكتر من سيادة الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس سبع الخير راح داكي فندم نوارنا في سبع الخير يا مصر أهلا بيك فندم كل سن طيبين أهلا سهل سيادة الفريق في البداية لو حضرتك تطلعنا عن أبرز ما تم إعلانه من خلال هذا المؤتمر الصحفي بالنتائج طبعا أبرز ما فيه أنه هو الأرقام اللي حققناها السنة دي السنة المالية 22-23 نعم حققنا الحمد لله رقم قياسية جديدة 9 مليار و 400 مليون دولار السنة فاتت كله 8 مليار يعني احنا زايدين حواري 35% عن السنة الكاد عدم السفر اللي عبر كنات السوية السنة دي برضو 25 887 سفينة والسنة الفاتت كان 23 ألف ثمانية يعني زيادة 2 سفينة عن السنة الفاتت دي أرقام طبعا تطور أرقام قياسية بسهولة أنها تحقق بالسلوب ده يعني يعني بـ 35% زيادة في سنة واحدة في الإراض الحمد لله رب العالمين الحمد لله طيب سيادة الفريق يعني مبارح يمكن أيضا حدريك تحدثت باستفادة عن مشروع تطوير القطاع الجنوبي من قناة السويس تحديدا إذا القطاع الجنوبي ده هيحافظ على التدفق الآمن والتدفق المستمر للسفن اللي بتعبر قناة السويس تحديدا نحن نتكلم كمان على 12% من إجمال حجم التجارة الدولية تماما طبعا هو نتكلم عن الأمان الملاحي ويمكن الأباطين اللي ما احنا صورنا معاهم واتكلموا برضو على كل كانوا كل هموهم الأمان الملاح وبيعبر في جزء ده اللي قمت تلاتين كيلو لكيلو مئة تلاتين لكيلو مئة دين ستين نعم وده جزء صعب جدا في قناة السويس لجزء الجنوبي ده واللي حصل فيه حتى الحادثة عن سنة واحدة ورسلين فإحنا عملنا التطويل الده إن احنا نيجي في جزء ده تلاتين كيلو وبنعمل توسعة لجهة الشرق أربعين متر وبنعمل طعمية من ستة وستين أدم بثين وسبعين أدم يعني من سبعة عشرين متر من سبعة عشرين متر من سبعة عشرين متر ده هيحقق الأمان الملاحي بنسبة تزيد على الثمانية عشرين في مئة حدود تلاتين في المئة لأن القطاع دول مشكلته إنه هو أولا فيه نحناات كتير قوي والطيارات المائية اللي جاية من الجنوب من مدخل السويس بيتأثر على دفة المركب وهي دخلة بتخليها تبتجه اللي جاية اليمين أو اللي صار بدون ما يعرفي سيطر عليها نعم والمنورة فيها دقيقة لأن معارضة كمان قليل حدود بانتين وخبسين متر فإحنا لما فكرنا المشروع المشروع كان موجود يعني مطلعناه وقلنا بقى ندرسه وعدلنا فيه طبعا إنه كان معبول من الزمان وعدلنا فيه وحساب الحساب بتاعتنا والمعادلات إنه إحنا هنعمل وعدنا إنه يتحقق الأمان الملاحي اللي هو إنه إحنا بتزيد المساحة المائية في المكان دوا فتلع تدد من الثمانية وعشرين في المائة فطبعا إحنا بنقدم خدمة للبراكب وللأباطين إنه إنت تبقى برضو في المكان دوا وإنت إن شاء الله ببقاش في حتى ببقاش في حاجة يعني بنقلل نسبة الحوازي كمان في هذا المكان على بقى على فيه عشرة كيلو كمان اللي هو في البحارات المرة الصغرى ده من ضمن برضو التطوير الفتاع الجنوبي ده في كيلو مئة اتنين وعشرين للكيلو مئة اتنين وثنين 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 ودول اللي احنا بنعمل فيه هو العرض الممر في حتة دي وخمسين متر برضو إحنا بنعمل خمسين متر زمانية يعني الدواج تبقى قناة سويس جديدة يعني عشرة كيلو تضاف لقناة سويس جديدة اللي هي 72 و 82 يعني البيزنس زيادة برضو خارسة وثنين 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 طب ده حيفتنا في إيه حيفتنا إن أنا أقدر أزود عدد السفن داخل الممر الملاحي أو داخل قناة سويس بنسبة من ستة لتمانية سفينة يبقوا موجودين وده حفظ تجيب الزات لأن عدد السفن زاد قوي وبالتالي أنت مش عايز تعمل عملية انتظار تاني زي ما كان فيه انتظار فعايز تزود عدد السفن الموجودة في القناة ده المخصر يعني مشروع القطاع الجنوبي اللي هو الأربعين كيلو دول طيب سيادة الفريق أيضا من ضمن التساؤلات المهمة هل هيتم إيقاف الموجرى الملاحي لقناة السويس خلال تطوير القطاع الجنوبي لا طبعا نشغلين بأننا سنتين ده هو أساسنا إحنا لما كنا عرضنا على ستة رئيس قال لي هما حاجة قطاع الجنود الملاحة في القناة ما تقفش تقول لي ولا ثانية إحنا الأول بنشغل يعني الملاكب كلها بتعبر المجرى الملاحي وبعد كده ببدأ نشتغل يمكن ده اللي تقبل المدة شوية طبعا بيحتاج مجهود أكبر طب لو حضرتكت لنا يا سيادة الفريق إزاي بيتم العمل بالتوازي مع تطوير القطاع الجنوبي هو ده يعني أنا المراكب بتعبر الأول وبعد كده تخش الكركات يعني بعد ما يخلص المجرى الملاحي خالص تخش الكركات تشتغل في اللي إحنا بنعمل له هو التكريج أو الطعمي التدبيش اللي من الجنب اللي ه بنعمل ده ما نفوش مشكلة بالنسبة للمجرى الملاحي وبالتالي إحنا ما نعمل في اليوم أكتر من ست ساعات أو تعمل ساعات بكتير أول عشي translates يوم بتاعنا إحنا كل 6 ساعات أو 8 ساعات نشتغل مساعةة بالليل دائما بعد الساعة دين بعد الكونفويم عادي خالص نبدأ نحن نشتغل عشان كده دي المدة بالطول عشان كده أولا نازم أقام من أول نتكلم في مدة سنتين وست شهور يا ساتة الفريق نحن نتكلم في مدة سنتين وست شهور سنتين وست شهور احتياط هنحتاج ست شهور احتياطه ونستزد من ساتة الرئيس أن نحن نحتاج ست شهور وإحتياطه صدقه لي فإن شاء الله هنخلص أخذ سنة بإذنه إن شاء الله يمكن كان اللافت للنظر أيضا نحن نتكلم على توسعة وطعميق نتكلم على التعميق من ستة وستين أدم لستة وسبعين أدم تحديدا لكن كان الملفت للنظر في إعلان سيادتك بي الأمس أثناء المؤتمر الصحفي إن الكركات اللي بتعمل في هذه الخطة أو هذا المشروع القومي الجديد بقناة السويس هي الكركات مصرية مئة في المئة وبأياد مصرية مئة في المئة لتوفير العملة الصعبة ده يحصل إزاي؟ أه طبعا هل عندنا هذا الكم من الإمكانيات؟ أه نحن نشغلين خمس كركات نحن نشغلين في الجنوب وأربع كركات نشغلين في البحارات المورة الصغرية نحن نتكلم على تسع كركات نشغلين في وقت واحد نحن برضو كان يعني عشان كده برضو المدة يمكن المدة عديدت شوية عشان كده نحن برضو من إحنا بنعلم بسابة الرئيس إن إحنا مش هنأجر كركات من بره ونفع من العملة الصعبة نحن نشغل كركاتنا وبالتالي بالجنين مصري من الميزانية الإستمارية التي حديدها وزارة المالية ونصدق عليها من مجلس النواب يعني أنا كمان بأخدش من الدولة حاجة عشان المشروع دوا أنا الميزانية المتحددتاني أنا بأخذ منها جزء وأشغل به القطاع التطويل تحت القطاع القنوبي وبالتالي مش هنشعر بأي أي فلوس ممكن نأخذها من الدولة طبعا لأن أنا مفتوض بأنا بدي الدولة مش بأخذ بالدولة وأنا اللي بتحددتلي في الميزانية الإستمارية أنا بنفس بها هذا المشروع فبالتالي ما فيش شوية مشكلة عشكرا برضو احنا نمدها بالطول شوي أن تبكر ليه عبد الكركات الموجودة فهي دي كركات هاية قناة السويس طيب سيادة الفريق بما أن حضرتك معنا النهاردة ممكن سمعنا شائعات بتقول أنه هيتم تأجير قناة السويس لمدة 62 سنة بما أن حضرتك معنا قلنا مدى صحة هذا الخبر وشايف أنه الأخبار دي ليه دايما بين الحين والآخر بتطال قناة السويس حضرتك قلت بين الحين والآخر بما بسحاتها ما تطلش قناة السويس بس بطول كل مشروعات قومية النكحة اللي عملها ستة رئيس يعني مش بس كانت قناة السويس جديدة نفس الموضوع كل مشاريع الأنفاء والطرق الكباري والمصانع كل الحاجات التي تتعاملت تتنفذت كلها بيطلها نفس الضغطاء أيها حاجة نكحة دايما حاجة طولها لكنها بنقول طبعا ما فيش حاجة من دي لها 62 سنة أو 69 سنة أو 69 سنة زي ما قالوا كناة السويس دي للمصريين وتبكر للدستور ولازم أي مشروع بنعمله فيها أو أي حاجة ممكن تقدم يعني لدت وخش على مجلس النواب والشعب يوافع عنه فمفيش كلام من ده كناة السويس للمصريين ومش هيحصل حاجة كده إن شاء الله لا حقي طيب سيادة الفريق يعني بالأمس أيضا حضرتك تحدثت عن فكرة التحول للأغضر وده تم الإعلان عنه أثناء استضافة مصر لكوب 27 تحديدا لكن بالأمس تم الإشارة لإنشاء أول مارينة خضراء لليخود في الشرق الأوسط وإفريقيا عاوزين نعرف معلومات أكتر عنها تقريبا هتستوع بكام يخطو أهمية وجود هذه المارين في قناة السويس شوفها ذلك وطبعا نسيادة الرئيس برضو كان نوجه إن إحنا نطور المراين بإخوت وإندعم سياحة الإخوت اللي بدأت دلوقتي يتبع على السطح بالنسبة للعالم كله يعني في مصر وفيه اهتمام بيها فإحنا أساسا كان نشوز فيه ثلاث مراين موجودين واحدة في اسماعيلية واحدة في السويس واحدة في برسعيد بس كانت الساعة بتاعتهم كنت تقولي يعني حمدتكلم مثلا بتكلم في عشر بتستوعب عشر إخوت أو اتنشر ياخت ستكون العادة ده اللي سأعتها ممكن بمتاح يعني لكن دلوقتي نحن نطور بتاعت مرينة الإسماعيلية هتستوعب إن شاء الله 85 ياخت المرينة الجديدة بقى اللي لسه هنشتغل فيها إن شاء الله في الإسماعيلية برضو دي اللي هتبقى مرينة خضراء ودي هتستوع برضو في الرنج من 75 إلى 85 ياخت ودي هتدار كلها بطاقة النظيفة وكمساهمة مننا برضو وإحنا كنا بقول كناة خضراء عشرين ثلاثين وعلننا كده في كوب توينت سيبن وماشينا في إجراءات كتير قوي منها تحول المحطات المرابة لبطول القناة دي إلى استخدام الرياح والشمس بطلنا الطيار العادي حاولنا عربيات المشتين بتكمل من الوقود العادي للغاز وكمان تعقدنا مع شركة اليونانية لجامع المخلفات قبل السفن ما تخشي كناة السويس سواء في السويس أو في بورسعيد عشان تخشي السفن كناة السويس نظيفة وبالتالي دي مقدمنا لحاجات تشترينا ثلاث سفن لمكافة التلوث عشان برضو كناة السويس تقدر خضراء ونظيفة وإحنا مشينا في جمال في الأجراءات بسرعة وإن شاء الله نجوم جايزين للتحول إن شاء الله على 20-30 إن شاء الله بتاعة الحكومة اللي بأجودة طبعا نوح زي ما يقولنا بابش دايما معساس الدولة الحاجات اللي بتقدم بحب نمشي معها يعني فكان لازم نخش إحنا الشركة عندنا شركة الروباط ونوار الشركة نجحة ونعملها طرحات في البورصة يعني فكان لازم نعمل الشركة قبضة عشان تنتذكر من القانون العادي لقانون الاستثمار فعملنا الشركة قبضة خلاص والروباط دخلت فيها ونبدأ نترح 20% كتجربة من شركة الروباط بغاية لما ندخل بقية الشركات الأخرى ونشوف نقيم التجربة يعني ونستمر فيها إن شاء الله وتحقق برضه نجاح بإذن الله لقناة السويس يعني ده يمكن مجهود جبار ملموس على الأرض ودايما زي ما بيتال كده يا سيد الفريق لغة الأرقام هي خير دليل ودايما ما يعني بتسكت الألسنة لأن دايما كان بيطال قناة السويس الكثير من الاتهامات وتحديدا قناة السويس الجديدة وما طالتها من لأدى تفريعة لأدى ترعى لأدى ملهاش جدوى اقتصادية ملهاش مردود لكن أعتقد النهاردة نقدر نقول وبفخر أن هذا المشروع هو مشروع بعيد الرؤية بعيد أيضا الأمد وبعيد الدخل الذي يدار على مصر من وقت لآخر ولغة الأرقام دايما هي اللي بتتحدث عندها تمام يا فاند يعني أنا أنا مبارح برضو عرضت إحنا لأربع سنين الصعاب على العالم كله مش على مصر يعني من الأول عشرين عشرين كانت الكورونا واحد وعشرين حدث وتأقفت الملاحة في القناة وست أيام وكانش فيه دخل بيخش في ست أيام دول وبعد كده حرب الروسية الأوكرونية التضخم الكساد كل دول وبع ذلك إحنا بسا عدنا ننتقل من خمسة تمانية خمسة مليار وتوبينمئة مليون دولار لغاية ستة ونص لغاية تمانية سنة الفاتت سنة تسعة واربعة عشر وتسعة تسعة مليار تبعوية مليون دولار الحمد لله ستقول اللغة الأقام هي التي تخرس الألسم التي تحب الخل لمصر وهذه طبعا أرقام تبقى منشورة في العالم كله وعلى الصفحات عندنا وفي الموقع وكمان بيبقى تبعاها كل المهتمين بالناء البحري يعني ولا درش كمان نحن بحسبينها مظبوط لأن هم بحسبين معنا مش بس يعني مش بنقول أرقام هم أي حد يسبق عليها لا أرقام محسوبة وأعتقد هيبقى في عواقع تانية من الأطروحات التي تحصل في البورس التي تحدثت عنها طبعا طبعا هم فيه أطروحات أخرى ومبالغ أخرى وبتضافة مع التعاون مع الشركات كل ده نحن طيب فلنب عشان يعني نوضح النقطة دي تحديدا لأن يعني عشان نبعد أي لغط وأي حد ممكن يستغل الخبر ده في ترويج أي شائع أو إحداث أي يعني أي بلبلة زي ما نشوف دايما على السوشيال ميديا فخينا نعرف من حضرتك ونفهم بالزبط أهمية هذه النقطة تحديدا فكرة تأسيس شركة قابضة لطرح جزء من قناة سويس بنسبة 20% في البورصة خينا نفهم لا مش طرح جزء من قناة سويس نعم بكل تأكيد من شركة 20% من شركة نعم بكل تأكيد شركة من شركات قناة سويس نعم بكل تأكيد آه طبعا هو حديث قلتي إحنا الشركة القبضة هي كدر ضرورية علشان نقدر نخش في لطرحات البورصة الغيرها ممكن نشح نفعل طبعا طبعا القانون العام نخش على كنون الاستثمار عشان نقدر أطرح العشير في المية دول فإحنا بنعمل على شركات تابعة لقناة سويس والاسة قناة سويس الشركات دين كلها هما طبعا عشان تخش برضو نفس شركة نكحة شركة وعيدة لأن مين هشتري طبعا بكل تأكيد أسهم مين هشتري أسهم في شركة خاصة لنا طبعا فبالتالي احنا دخلنا أفضل شركة عندنا دلوقتي وبالتتابعة هتخش بقية الشركات الموجودة اللي هم الستة الشركات تخش هم كمان إن شاء الله وإحنا هنعمل التجربة وحنقيم يعني هنقيم 20% بس عشان نقيم التجربة وبعد كده هنبدأ نتوستع فيها تبقى للأطرحات وتبقى للمكسب خلال شراء الأسهم هيا يا فندم بشكر حضرتك جزيل الشكر على كل هذه الإضاحات الفريق وسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس مشكرك يا فندم جزيل الشكر يعني بنشكر حضرتك وبنبرك لك أيضا يعني على الأرقام القياسية الجديدة اللي حققتها بنكلم فيه 9 مليار و400 مليون دولار رقم قياس جديد غير مصدر